حكمة حكمة صافية منيرة وسلام لما حكمته حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تصنع حاجة اسمها نموذج مودل تعملين نموذج كده في الحياة نقدر نمشي بيه في الظلمة اللي ممكن نقابلها من سوق الأفعال التي ممكن تكون بنمر بيها أو بنعملها في نموذج مهم جدا 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 في هذه الأمة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دايما يربينا عن النماذج يربينا عن نموذج الجسد مثلا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد نموذج فتقدر تعرف هم المسلمين والمؤمنين هيعملوا ايه مع بعض إذا أصيب أي حد مننا كل الناس تتحالف معاه يبقى إيه حصل لو حصل إن واحد أصيب تتداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر سبحان الله إذا نموذج الجسد ده نموذج مهمة جدا جدا ونموذج الشجرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة مثل المؤمن كشجرة من أشجار البعدية ففي الآخر يعرفوا إن هي النخلة تخيل كده لما تحس إن أنت النخلة بتتزرع وتتسئ كتير الإنسان يتزرع وتتسئ كتير بس إيه حصل لو تزرع وتساء صح وثابت في الأرض إيه حصل تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إيه ده ده الدنيا بتوسع كده وتحلوه هنا بقى النهاردة نتكلم على نموذج من النماذج اللي بناها بنها الرسول اللي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن نموذج مهم في حياتنا وهو نموذج إيه نموذج الرشد الحياتي والمجتمعي إن مجتمع يكون رشيد لأن بعض الأحيين بيجي بعض الناس يعتمدوا على إنهم طيبين وسزج فإذا كان هو طيب وسازج فممكن يعمل أي حاجة وتطلع فيها خير